موسيقى قطاع المياه بشكل عام يعاني من عدة تحديات من ضمنها تحديات تحتاج إلى استثمارات كبيرة لكن هناك بعض التحديات أيضاً التي تحتاج إلى استثمارات بسيطة وبالتالي تم تصميم هذا المشروع لمواجهة بعض هذه التحديات اتحاد أوروبي كمؤسسة تقوم بتمويل بعض النشاطات وفي هذا الحل طبعاً نحن نقدم تمويل بـ 3.6 مليون يورو وـ GIZ وكالة ألمانية ستكون بتنفيذ هذا المشروع مستفدين من هذا المشروع من حيث المبدأ هم الناس الناس اللي أولاً محرومين منها الشرق أيضاً من المستفدين من هذا المشروع هم النساء النساء في المناطق اللي تم اختيارها هذا قام المشروع بعمل مجموعات نحن بنسميها مجموعات رائدات التغيير موسيقى موسيقى عمل الصندوق الأردني الهاجمي بالتعاون مع الـ GIZ على تدريب هؤلاء الستات على استخدام الأمثل المياه وتعليمهم وتدريبهم على طرق تصليح الحنفيات والبطاريات في بيوتهم وحتى في المجتمع المحلي تقريباً من العشرين سيدة خضعوا تسع ستات لدورة السباكة المتقدمة اللي عقدها الصندوق الأردني الهاجمي كانت الرؤية بأنه هم القادرات على تغيير سلوك أسرهم ومجتمعهم وفعلاً بلشنا بأنه معاهم من الأسرة الصغيرة من أطفالهم من أزواجهم بتغيير سلوكيات مسألة التدوير أعطناهم مفاهيم حول المياه الرمادية المياه العادمة كيف يعملوا حصاد مائي بطرق مصغرة والحمد لله وصلنا لنتيجة بأنه توسعوا من مسألة المنزل وصلنا الآن إلى مسألة المجتمع المحلي فأصبحت من أسرة لأسرة الخبرات تتناقل أصبح لها صدر على مستوى المنازل تم استهداف أربع مناطق في المملكة اللي هم مروا مخابة فوقها مخابة تحتها مع عين والروضة في تبديل البطاريات التالفة اللي ما له من أثر كبير في تقليل المياه والفاقد حيث تم تبديل ببطاريات حديثة ذات قطع موفرة للمياه على مستوى المنطقة صار تدخل في صيانة وإعادة تحسين الينابيع في منطقة زرقة مع عين صار إعادة تأهيل عين زرقة مع عين بحيث تم إنشاء ما يقارب ب 62 متر وإعادة الصيانة للقناة كاملة بطول 3000 متر في لواء بني كنانا تم تدخل في إعادة تأهيل ست ينابيع في المنطقة منطقة ملكة ومنطقة المنصورة ومنطقة المخيبات من أداف المشروع هو المساعدة في انتظام التزويد المائي في المناطق الفقيرة من هذه المناطق تم اختيار خمس مناطق في المملكة بناء على معايير اختيار وكانت هذه المناطق موزعة أنه منطقتين في المحافظات الوسط وثلاث مناطق في محافظات الشمال المشروع القديم كان خزان في ساعة 200 متر ما بكفي لمنطقة عدد سكانها 20 ألف نسمة في الوقت الحالي يعني الخزان هذا عمل سنة 1977 واحنا في 2015 يعني خزان 200 متر ما بكفي لمنطقة زي منطقة الروضة صار زيادة مي صار التنظيم أفضل صار كل مزارع ياخذ له دور ياخذ سعادة عدد مي أقل يعني بفضل ذلك أنه زادت منسوب المياه أعطونا الفكرة عن ترشيد استهلاك المي بالمنازل عشان نستفيد منها خبرة لبيوتنا ونفيد أطفالنا ونفيد أزواجنا في خزان جديد هسا جاري العمل عليه على 500 متر مع المثين متر هاي 700 متر بتوقع أنه راح يكفي لمنطقة عدد سكانها 20 ألف نسمة اشتركوا في القناة